بسر الصباحكو أهلا وسهلا فيكو بيات توقعات الفلكية والأبراج واليوم احنا ايضا عم نحكي عن شهر أربعة الفترة الأولى اللي هي الثلاثة سبيع الأولى وصلنا لبرج الميزان وبرج الميزان هذه الفترة فيها معطيات كثيرة ومتغيرة وهذا الشي عم بزعج برج الميزان لأنه من طبعه أنه إنسان يبحث عن الكمال بشكل كثير كبير لذلك بيشوفه يستخدم مخه كثير بيفكر كثير بيحاول أنه يستجمع كل النقاط بنفس الوقت وهذه الفترة ممكن تكون مزعجة لألك لأنه فيها أمور سريعة عم تجي مثلا أفكر بمقابلة شغل أفكر بالسفر أفكر بمشروعي الخاص هذه كلها عم تجي بنفس الوقت فزيادة هاي الأفكار عم بتخليك تفكر بشكل سلبي وهاي الأفكار السلبية ممكن تأذيك نفسيا فنشوف خاصة العشرية الأولى والعشرية الثالثة أخص أكثر العشرية الأولى اللي عم بيصير معها أنه ما عم تضبط الأمور وأجاني كثير من الأسئلة لبرج الميزان أنه متى رح تفرج فالمفروض تأجيل بالقرارات المصيرية لكل برج الميزان ولكن بشكل خاص العشرية الأولى تحمي مصالحك بشكل كثير كبير ما تدخل بالأمور اللي ما إلك فيها قراراتك لازم تكون صح لذلك استشير ذوي الشأن به هاي الفترة كمان ما تستسلم أمام أفكارك بشكل كثير كبير حاول أنه تخرج للطبيعة تغير جو إذا شفت حالك أنك محتار بين أكثر من شغلة احذر أنك تتخذ القرار لأنك رح تأخذ شيء على حساب شيء آخر وهذا عم بحصل كثير فلذلك بدك تغير جو بدك تعمل الأمور بشكل صح تدرسها بشكل صح ما تخالف القوانين أبدا كمان إذا كان في عندك توقيع أقود بدك ضروري يكون عندك شخص مسؤول وفاهم هاي الأمور تستشيره بالأول كثير من الأمور اللي عم تحصل عم بتخليك تنفعل وتتوتر وهذا عم بيخليك تتخذ القرار الخطأ فابتعد عن الانفعال وحاول تستفيد من تجارب الماضي الأسبوع الأخير أو الفترة الثانية رح تكون أفضل بإذن الله أما بالنسبة للوضع العاطفي فحاول ما تعكس الوضع بالفترة الأولى بالأمور اللي عم تمرع عليك بشكل سلبي على العائلة والشريك وكمان ما تكون هجومي يكون مستمع أكثر من متكلم رح يزداد الشك عندك بهاي الفترة وكمان الأفكار السلبية اللي عم بتأثر عليك بشكل سلبي لذلك أجل أيضا القرارات العاطفية للفترة الثانية بيكون أفضل برج العقرب تعتبر الفترة الأولى فترة ضاغطة على برج العقرب لأنه عم تزداد المسؤوليات وأيضا الأمور فيها كثير من الهدوء اللي ما بناسب العقرب فيها مراوحة بالمكان فيه أنه عم بيبذل جهود جبارة ولكن بالمقابل ما عم بيحصل على نتائج مرضية لذلك بدك ما تبذل هاي الجهود على الفاضي بدك تأجل كل الأمور للفترة الثانية بيكون أفضل كمان هاي الفترة صحيا بدك تكون مهتم بصحتك أكثر وتابع أي أمر يظهر بشكل مباشر وعدم تأجيله كمان بدك تحمي مصالحك خاصة مع ظهور المتحدين وبعض الناس اللي بتعمل بالخفاء فبدك تحمي مصالحك الثلاث أسبيع الأولى كمان بدك تحافظ على أسرارك وتكون حريص بتعاملك مع الآخرين يعني مع كل العلاقات الاجتماعية هاي الفترة أيضا إذا كنت بدك تواجه ما تخرج عن المألوف وأيضا لما تتخذ القرار ما تخرج عن المألوف خليك ماشي بالروتين اللي أنت متعود عليه بي الأشهر الماضية ما تتخذ قرارات آنية وتروح تعمل فيها فورا لأن هذا الشيء ما رح يناسبك أبدا الفترة الثانية رح تكون ممتازة ولكن مشروطة كمان بالنسبة للوضع العاطفي شهر جيد لتعزيز العلاقات وتهدئة الأمور والمصالحة مع بعض الأطراف والتعامل مع العائلة والشريك بحب والكثير من الاهتمام غير المرتبطين فرص جيدة للالتقاء بالشريك المناسب ومع برج القوس عم نحكي عن شهر أربع الفترة الأولى وفترة تحمل النجاح والإيجابية وبرج القوس هذه فترة تعويض بالنسبة لك عن كل ما واجهته بالشهر الماضي ونلاحظ برج القوس من طبيعته لما يكون فيه مطبات بتزيده إصرار على الوصول للهدف فهذا الشهر ممتاز جدا الفترة الأولى ممتازة جدا ولكن تتخللها بعض المطبات اللي راح تخليك تكون أكثر عناد إنك توصل لهدفك مفروض من برج القوس أنه ما يدخل بنقاشات عقيمة وأيضا إذا كان فيه بعض المشاكل بالعلاقات الاجتماعية بكل أنواعها خاصة للي راح توصل للمحاكم أو للقانون يفضل أنه تنهيها قبل ما توصل إلى هذا الوضع بعض الأمور اللي راح تكون عندك فيها بما يخص الأمور المالية في تطورات جديدة في إذا كان حدا عنده شريك مهني هذا النوع من العلاقات راح يتخللوا بعض المواجهات اللي ممكن تنتهي أو تتعزز وتتغير بعض البنود بالعقود استغل هاي الفترة بشكل كثير ممتاز لأنه على كل المعطيات راح تكون ممتازة بالنسبة لإلك لحتى توصل لهدف سواء كان مهني أو مالي كمان المصالحة مع أحد الأطراف وارد جدا إذن العلاقات الاجتماعية راح تكون ممتازة جدا الفترة الثانية ممتازة ولكن راح تكون مشروطة العاطفة بعد خمسة الشهر راح تواجه بعض الأمور اللي غير مفهومة بالنسبة لإلك لذلك ما تخلي أفكارك تروح مثل ما هي بدها ما تحلل الأمور بشكل سلبي أو بما يناسبك لأنه كثير من المعطيات بتشير إلى أنه أنت راح تتخذ بعض القرارات العاطفية اللي هي خاطئة إذن نأجل الأمور كلها لأخر للفترة الثانية آخر أسبوع بيكون أفضل ونكون صبورين بهذه الفترة عزز العلاقات مع العائلة والشريك وتعامل بحب أكبر وتخلص من الأفكار السلبية الجدي الفترة الأولى تحمل الهدوء والمراوحة بالمكان وهذا ما بناسب الجدي فرح يشعر بالقلق وتتراجع يصير عنده تراجع نفسي ما رح تفهم الأمور فما تعكس هذا الشيء على سلبا عليك أو على عائلتك أو على العلاقات الاجتماعية ما تضخم الأمور أبدا بهاي الفترة حاول تكون مستمع واعتمد النقاش الإيجابي حط النقاط على الحروف هاي الفترة حارجة جدا بالنسبة لألك إذا أخطأت عصبت توترت اتخذت قرار رحت خلف الأفكار السلبية رح تتراجع أمورك والفترة الثانية لما رح يصير فيه انفراجات أنت رح تكون غالبية الوقت عم بتصحح هاي الأخطاء فما رح تستفيد من الفترة الثانية فحاول أنه ما تتشتت وانتبه فقط لوجود بعض الفرص الإيجابية واستغلها بشكل جيد كمان على المستوى المالي رح يكون فيه تعزيز بالعلاقات ببعض العلاقات اللي هي داعمة لك فبيكون عندك أمور مالية جديدة بالنسبة للعاطفة بعد خمسة شهر فيه تعقيدات تشعر بالإرهاق خاصة بالعلاقات المتراجعة اللي أصلا فيها مشاكل فلذلك استفيد من تجارب الماضي اعتمد الصبر وعمل على إزالة السلبيات من هاي العلاقة الدلو الفترة الأولى رح تكون فترة ممتازة جدا رح تزداد فيها الاتصالات وتزداد فيها العلاقات رح تطرح أفكارك بشكل كثير سلس وسهل رح تشوف أنه فيه دعم وفيه استماع وفيه قبول أيضا لكثير من الأفكار اللي عم تطرحها فترة تحمل النجاح مهنيا وماليا وتعمل أيضا على تعزيز العلاقات فتنتأش اجتماعيا وتصير عندك نقلة نوعية بحياتك اجتماعيا بعض الأمور اللي كانت غير مفهومة بالنسبة لإلك من بداية السنة رح تتوضح خاصة الأمور المعقدة وهذا رح يخليك تتخذ قرارات جديدة وإيجابية وفيها تقدم لإلك لأنه هاي القرارات ممكن تعمل لك نقلة نوعية مهنيا وماليا فترة مناسبة للتصالح مع الأطراف والسعي لإيجاد حلول رح يكون عندك راحة نفسية فحياتك رح يكون فيها تغيير كثير كبير لكثير من برج الدلو خاصة العشرية الثانية يفكروا بالسفر المتابعات الصحية أيضا رح تكون ممتازة والعاطفة بعد خمسة الشهر فترة جيدة للنقاش ووضع النقاط على الحروف وشرح الأحداث اللي كانت غير مفهومة بالنسبة للطرف المقابل سواء من العائلة أو الشريك رح تزيح الهموم ويحل السلام بحياتك العاطفية خاصة عليك أنه ما ترفض المواجهة حتى لو فرضت عليك أنه تتقبلها وتواجه وتكون هادئ بالنقاش وأخيرا رح نحكي لبرج الحوت فترة تحمل النجاح والتغيير بأفكارك هاي الفترة ممتازة جدا لبرج الحوت سواء كان على المستوى المهني أو المالي أو الاجتماعي فترة يعني رائعة لأنه هو مثل ما حكينا من العام الماضي عم بيقول مصلحتي أولا فهاي الفترة رح نشوف أنه ما رح يهتم لأي مطب يظهر أو لأي نفاق أو نميمة أو أخبار كاذبة كأنه يعني لا أسمع لا أرى لا أتكلم مركز الحوت فقط بمصلحته على كل المستويات يعزز العلاقات يتسلق سلمات النجاح يطوي صفحة من الماضي ويبدأ بشيء جديد وهذا رح يعطي راحة نفسية ولكن بدنا نوصيك خاصة للي عم بيحطوا حجر أساس مهنيا أو ماليا بدك تنتبه من المشاريع الوهبية ومن عمليات النصب والاحتيال أما بالنسبة للعاطفة فبعد خمسة شهر فترة عطاء وحب وزيادة الاهتمام بالعائلة والشريك أيضا فترة تشعر فيها بالسلام الداخلي وتنتهي كل التراجع اللي كان موجود بالأشهر الماضية غير المرتبطين أيضا فرصة ممتازة جدا لاتخاذ القرار بالارتباط بهك حكينا للفترة الأولى لكل الأبراج وإن شاء الله بكرة رح أرد على أسئلتكم ويوم الخميس رح نحكي عن طاقة الحروف للأسماء شكرا لمتابعتكم يسأل صباحكم